نبتدي بالأرقام ونبتدي بفانوراما كده عن اللي حصل الأسبوع اللي فات والمباريات اللي حصل فيها مفاجآت كتير طبعا مفاجآت الحقيقة أمم أوروبا طبعا زي ما احنا عارفين زي ما حدك قلته في التقرير ان بكرة بيكون دورة 16 لبطولة أمم أوروبا ألمانيا 2024 حافين دي تالت نسخة دي نسخة 17 إجمالة دي تالت نسخة بنظام الـ 24 منتقب الحياة كان فيه مفاجآت كبيرة زي ما حدك قلته يختمينا لأنه أبرزها طبعا أنه كرواتيا اللي هي وصيف كأس العالم الموسيق يعني اللي قبل اللي فاتت وكرواتيا بقيادة لوكا مودريتش خروج مبكر جدا من دور المجموعة دي دي الحياة تعتبر أكبر المفاجآت في أمم أوروبا وده إزانا بانتهاء جيل لوكا مودريتش الحقيقة الحالة المفاجآت الأكبر منتظرة تكون مع انطلاقة مباراة دور الـ 16 بكرة إن شاء الله تمن مباراة هيتلعبوا على مدار 3 أيام أمم أوروبا بصفة عامة إلى حد ما نقدر نقول أن المستوى الفني اللي هو عادة بيتدرج فيما بعد دور المجموعات المستوى الفني كان معقول جدا يعني زاد زخم وزي ما حدك قلتي تماما أو قلته أنه معدل حضور الجماهيري كان مرتفع جدا رغم أنه إحنا بنكشف هنا من خلال الستوديو أنه البطولة هذه هي فقيرة تهدفيا وإحنا بنتكلم هنا عن الأرقام بنتكلم عن الأرقام 81 هدف في 36 مباراة في دور المجموعات لو شفنا دور المجموعات بنظام الـ 24 منتخب النسخة التي فاتت على سبيل المسال التي هي 2020 كانت تسجل 94 هدفا اللي بيقاية كلامنا برضو أنه نقول حتى اللحظة فيه أربع تعادلات سلبية 14 تعادل في 36 مباراة هذا رقم عادل للرقم القياسي في 51 مباراة ما يعني أن البطولة مرشحة أن يكون فيها مزيد من التعادلات